ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة ونكملين معاكم باقي فكرات نهارك سعيد وزي ما قلت في بداية الحلقة النهاردة احنا بنحيي ذكرى كاتب كبير جدا 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 اثر فينا برويات رومانسية جميلة مفيش حد فينا ما شافش الرقصة والسياسة مفيش حد فينا شاف الوسادة الخالية فيش حد ما شافش العزراء والشعر الابيض وحتى لا يطير الدخان وغيرها من الافلام السينمائية الرائعة الجميلة هو اكثر كاتب اتحولت رواياته الى افلام سينمائية انه الكاتب الكبير الراحل احسان عبدالقدوس اللي بيتوافق ذكرى ميلاده وذكرى مماته في شهر يناير ونهاردة ضفنا كاتب رواقي كبير يمكن عاصر الراحل احسان عبدالقدوس معانا الكاتب الرواقي فؤاد انديل صباح الخير يا فندم صباح الخير اهلا وسهلا اهلا 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 يمكن في البداية خالص تحركتها بتقول ايه النهاردة عن الراحل احسان عبدالقدوس النهاردة في ذكرى مماته وراحله صباح الخير على مصر الاول صباح الخير والنهارها دايما سعيد ان شاء الله اقول اولا شكرا لقناة نايل لايف لانها ركزت انها تختار اليوم النهاردة الاحتفال بالذكرى وهو يوم 11 يناير اللي توفي فيه سنة 1990 وطبعا هو ولد في اول سنة اول يناير سنة 19 مع سورة 19 واقول له رحمة الله عليك الف رحمة يا استاذي وحبيبي وصديقي قدمت للأدب العربي والثقافة العربية اعمال جليلة للغاية في رواياتك وكتاباتك وقصصك القصيرة وايضا كتاباتك السياسية التي تجاوزت 65 كتابا ما بين روايات وقصص قصيرة وسياسة وايضا كتب في المجتمع والمرأة زي كتابك المهم يا ابنتي لا تحيريني معك اعمالك الرائعة مست كل الجوانب وشغاف المصريين وخاصة المرأة والوطن والشباب وكل القضايا المسكوت عنها تحية ليك في يوم رحيلك ودائما أنت لم ترحل ولكنك خالد خلود الأدب والجمال والحب والإنسانية والتواضع التي تمتعت بها وعرفناك بها يمكن حضر لك كان ليك كتاب عن الراحل إحسان عبد القدوس هو إحسان عبد القدوس عشق للحرية نعم أحب أعرف من حضر لك أهم ملامح الكتاب ده وأهم النقاط اللي حضر لك ركست فيها في الكتاب عن الراحل إحسان عبد القدوس الكتاب ده يتجاوز 500 صفحة حاولت أن أقدم فيه كل ملامح الملامح الشخصية والفنية لإحسان عبد القدوس نحن معنا صورة دلوقتي جميل الله يرحمه وبدءا من ملامح والدته والدته طبعا السيدة فاطمة اليوسف الشهيرة بروزا اليوسف وولده الفنان الشاعر والممثل محمد عبد القدوس لأن إحسان يجمع ما بين الشخصيتين في شخصيته يجمع ما بين شخصية الولدة الإدارية المتوهجة العقل ويجمع ما بين رقة وعزوبة وفن محمد عبد القدوس وذلك مبايد جدا في كتاباته نعم وفي شخصيته أيضا شخصية إحسان شخصية ندرة من حيث عندما يقترب منها الإنسان يجد حضور الزهن ويجد الرقة والتواضع والمحبة والفرح ففي الكتاب حاولت أن أنا أقدم ملامح كتيرة عن إحسان مثل مثلا عطاءه في الرواية رواياته المهمة زي في بيتنا رجل ولا أنام وشيء في صدري ولا تطفئ الشمس وأنا حرة كل أعمال رائعة جدا جدا كلها حاولت أن تبين أنه لكي تستطيع أن تقدم أو تؤسس لوطن حر يجب أن تكون المرأة حرة طبعا يعني ده ومن هنا المبدأ ده انطلق منه والمبدأ ده نفسه هو أخذه عن أمه لأنه راقبها فوجد أنها حرة وبالتالي استطاعت أن تقدم فنا وتقدم سياسة بل هي أسست مجلة روزا اليوسف من سنة 25 وأصبحت خلال سنوات قليلة أهم مجلة سياسية في مصر والعالم العربي وحتى الآن يعني رغم العثرات التي تعرضت لها لكن روزا اليوسف مجلة مرموقة على الأقل أيام إحسان عبد القدوس وبعد ذلك أيام صلاح حافظ وصلاح جهين وغيرهم أهم سمات الكاتب أحسان عبد القدوس بذات في روايته عشان قد رميز ما بين الكاتب ده والكاتب ده أكيد بيبقى فيه صفات لكل واحد طريق كتابته في طريق تناوله والمواضيع طريق رسمه والشخصيات كلمنا أكتر عن الراحل أحسان عبد القدوس إحسان أولا صاحب تجربة شخصية كبيرة من صغره وهو عنده سنوات قليلة كان بيعود مع أحمد شوقي قدام باب العمارة إن هم كانوا سكنين في عمارة أحمد شوقي الشاعر أمير الشعراء وكان بيقابل وهو صغير فكري أبازة وكبار الشخصيات وعرف محمد التابعي وعرف عباس محمود العقاد كل دول احتك بيهم من صغره بل إنه التقى بعد ذلك برؤساء مجلس الوزراء مثلا يعني كان ليه علاقة كمان بالشخصيات الكبيرة جدا من صغره ثم باع مع الشباب وبعد تخرجه ولذلك تجربته ديت عن طريق طبعا والدته إداته فرصة إنه ياخد فكرة عن المجتمع بكافة شرائحه وخاصة الطبقة الأرستقراطية بدليل إنه الكاتب الوحيد الذي استطاع أن يكتب عن الطبقة الأرستقراطية دون كل الكتاب لأنهم لا لأن كل الكتاب معظمها طالع من الفقر ومن الطبقات المتوسطة لا تعرف شيئا عن هذه الطبقة العالية هو يعرف كما إنه في موقع يستطيع أن يتعرف منه على الفضائح وعلى الحوادث وعلى الأخبار كل ما يجري في الدولة وعلى كواليس السياسة والأحزاب هذه الكنوز الهائلة من المعلومات هو إذن كتب عنها إذن لما نجي ننظر إلى كتاباته سنجد فيها تجارب ضخمة جدا وأسرار هو لا يعرف الأخرون لا يعرفونها النقطة التانية إنه استخدم اسلوب بسيط جدا لغة عرضية قوية وواضحة ولكنها بسيطة متدفقة فلذلك يستطيع أن يقرأوا حتى من كان في الابتدائية أو العددية وأنت كمان وحرك بطير القصة ممكن كمان تتخيل الشخصيات كلها قدامك وتتخيل المكان من كتر ما هو وصف وقديك الحاجة التالتة رسمه للشخصيات يستطيع أنه يقدم لنا كما قلنا لأنه صاحب تجارب وجلس كثيرا مع نساء ومع رجال ومع شخصيات مهمة ومع فقراء فبالتالي يستطيع أن يرسم أو استطيع أن يرسم الشخصيات الشخصيات بشكل جيد ومحكم من الأبعاد المختلفة أبعاد جسدية أبعاد نفسية أبعاد شخصية أبعاد عملية طموحات عقد كل هذا كتبوا أيضا الأماكن حدثنا كثيرا عن أماكن مختلفة هو عاش فيها وذهب إليها وكتب عنها أيضا الصراعات الإنسانية اللي في الحياة كتب عن أشياء مسكوتة عنها خاصة خاصة بنفسية المرأة هو أهم كاتب عبر عن نفسية المرأة هذا صحيح بل إن كاتبات كثيرات لم يستطعنا أن يعبرنا عن المرأة كما عبر إحسان عنها صحيح نحن نريد أيضا أن الكاتبات هم هن اللي عبرنا عن أنفسهم لكن استطاع إحسان منذ أواخر الأربعينيات وحتى رحيله طوال نحو أربعين سنة على الأقل عبر عن المرأة المصرية في شتى تجلياتها أيضا عبر عن الأوضاع السياسية في تحولاتها المختلفة يعني قبل الثورة عبر بروايات عن الأوضاع السياسية السيئة وخاصة موضوع الأسلحة الفزدة بعد الثورة كتب عنها روايات الأول يؤيدها ثم بعد ذلك بدأ يبين عدم رضاه عن بعض عن بعض النقاط فيها النقاط والقرارات التي صدرت منها ثم بعد ذلك كتب عن الانفتاح وهاجمه وتعرض على يد الرئيس السادات أنه يوقف عن الكتابة وكتب عن القزافي وهاجمه وتعرض مرة أخرى لأن يوقف السادات عن الكتابة لأن القزافي اشتكى للسادات منه وكتب عن بعد ذلك وعن سبعة وستين اللصاصة لتزال في جيب طبعا فيلم روايات مهمة وأنا أدعو القراء دائما والمشاهدين أنهم يهتموا بكتابة الكاتب وليس بالأفلام التي أخذت عنه معظم الأفلام التي أخذت عن كبار الكتاب زي أفلام أخذت عن أعمال نجيب محفوظ وأعمال إحسان عبدالقدوس معظمها أقل من مستوى الكتابات الكتابات فيها جمال وفيها خيال وفيها فكر وفيها حوار وفيها رسم شخصيات وفيها معرفة وفيها ثقافة وفيها رؤية وفيها روح نبيلة أخرى غير اللي أنتوا بتجدوه في روايات الأفلام التي كتبت التي أخرجت تم إخراجها عن أعمال إحسان عبدالقدوس وعن نجيب محفوظ وغيرهم هل الروح الإحسان عبدالقدوس في بداياته خالص هل قبل بالرفض من بعض الناس ولا كانت الحياة إحسان تخرج من الجامعة في قلية الحقوق سنة 42 ثم عمل في مكتب أصرت ودته أن يعمل في روزة ليوسف كتمرين على الصحافة وبالفعل عمل فترة إلا أنه اختلف مع أمه في ترك الجريدة أو المجلة وذهب ليعمل مع التابعي عدة أشهر حتى كلمته أمه وطلبت إليه أن يعود فعاد وبدأ يكتب قصص قصيرة جدا في المجلة أدت إلى انتشار المجلة وتوزيعها وإقبال الناس عليها لأنه كان نافذة لطيفة على الإنسانية وعلى البشر وعلى الأرواح ويكتب عن نفسية البنات والشباب الشباب وجدوا أنفسهم عنده وبالتالي فهي أعجبت جدا بيه لكنه قام برحلة إلى فلسطين قبل أن يحتل لها الكيان الصهيوني الصهيوني اللعين ذهب إلى فلسطين عام 45 وكتب عدة تحقيقات صحفية وعاد ليقول لقد ضاعت فلسطين سنة 45 يعني قبل أن تضيع فعلا بسلس سنوات أو 48 ثم كتب بعد ذلك مباشرة يهاجم المندوب السامي البريطاني اللولد دي كيرن الذي يحكم مصر وقال أن هذا الرجل يجب أن يذهب فحكم عليه بثلاثة أشهر سجن وعندما خرج من السجن دعته أمه لكي يجلس على مكتب رئيس التحرير رئيس تحرير روزا اليوسف مكانها قال كيف يحدث هذا قالت له لقد تخرجت اليوم من الجامعة الحقيقية جامعة الكتابة والرأي الحر والشجاعة هذه هي الكاتب الحق صحيح وكتب ومن سنة 45 بدأ يكتب وأصبح رئيس التحرير لرزا اليوسف لمدة 20 سنة وبدأ يكتب ما بين القصة الرواية والقصة من ناحية والسياسة من ناحية أخرى فكتب مقالات سياسية كثيرة جدا ربما بعضها لم ينشر وكثير منها لم ينشر على مقهى في الشارع السياسي وخواطر سياسية وأيام شبابي وغيرها من الكتبات السياسية وأيضا ضمن الروايات بتاعته أعمال سياسية كثيرة ده صحيح نعم يعني في كل رواية تجدي مواقف سياسية الرؤوسي يا سياسية كانت وضحك جدا في معظم أفلامه وما يعني كان دايما يتوجه إلى الوطن وإلى المرأة ده صحيح كأنهما آسف التعبير حصاناني قويان يمكن أن يجر العربة نحو آفاق مفتوحة ورائعة لإخراج مصر من الحفرة نحو مستقبل أفضل عريك شايف في حد من طبعا أنا عارف ما فيش حد بيقرم بحد بس ما فيش حد عريك شايفه دلوقتي على الساحة الأدبية ممكن يكون أسلوبه قريب بسيط قوي من راحل إحسان عبدالقدوس لا في كثير في كثير من الكتاب أسلوبهم قريب من أسلوب إحسان لكن العبرة ليست فقط بالأسلوب هذا مهم لكن قدرة إحسان على أنه يضع يده في بطن الوطن وبطن الحياة ويخرج منها أحداثها وملامحها ده لم يعد متاحا الآن الحياة بتفاصيلها الكثيرة اليوم ومشاغلها الكثيرة أصبحت تأخذ الكتاب ولا يستطيع أبدا أي كاتب اليوم أن ينتج ما أنتجه كتاب كبار مثل توفيق الحكيم وإحسان ويوسف السباعي ونجيب صعب تقول إيه للشباب اللي ما يعرفوش حاجة عن الراحل إحسان عبدالقدوس تنصحهم بإيه ويبتدوا إيه ويقروا إيه عشان يتعرفوا عليه أكتر أقول لهم أن أنا زرت جميع الدول العربية وأبلت مسق فيها وقالوا لي جميعهم أن أستاذنا الأول في الكتابة هو إحسان عبدالقدوس قال هذا كبار كتاب العالم العربي وليس الشباب كبار الكتاب قالوا أن أستاذنا الأول في كتابة�을 قصة والرواية هو إحسان عبدالقدوس ثم بعد ذلك عرفنا نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويحجي حقي وغيرهم لكن الأستاذ الأول هو إحسان عبدالقدوس ومن باب أولى أقول هذا للشباب أنه إذا كان هذا هو أستاذ كبار الكتاب فمن باب أولى أن نتعرف عليه وعلى عالمه وخاصة أنه كاتب صاحب فكر وتجربة ولغة وخيال وروح عزبة ومحب للبشر عن الانفتاح وعن الحياة المصرية في العشرين سنة الأخيرة كتب يا عزيزي كلنا لصوص أظن لخصت ثلاثين عاماً كاملة ده فعلاً تفتكر لو كان عايش في الوقت اللي كان قبل الثورة بشوية أكيد كان كتب أكيد رواية عن اللي بيحصل هو كتب طوال في العشرين سنة الأخيرة لذلك بالمناسبة وقف حسن يبارك منه موقف غير لطيف واسدد كذلك لأنه كان يكتب هو حر هو كتب حر هو ده عشق الحرية وزي ما حالك قلت عشق الحرية لم يكتب لم يكتب أي شيء إلا بناء على رؤية ومعينة وتجربة ومصر دائماً في باله وكما قلنا كان ينظر بعينين عين المرأة وعين الوطن لا صحيح وبالتالي فهو كتب أهم كتب عن فترة مبارك التي صورت كل الخبايا التي تحدثنا عنها ويكفي روايته يا عزيزي كلنا لصوص وأنا حقيقة سعيد جداً بما أنجزه في هذه الرواية على الأقل من ناحية المضمون من ناحية الموضوع طبعاً لأنه كان يجب أن يتنبه حتى هذا مما يعني يستفز الإنسان أنه نجد حكاماً لا يفهمون في الثقافة ولا في الكتابة ولا في الفن والفكر هذا شيء محزن كان الرئيس المخلوع حسن مبارك يقاوم الثقافة بكل إمكانياته ويرفض لقاء المثقفين وإذا التقى بهم من قبيل زر الرماد في العيون وتقديم صورة له كأنه يحب المثقفين والثقافة في الحقيقة كان يحول اللقاءات إلى دعابات لم يكن يحتمل أن يحدثه أحد عن قضية أو مشكلة ولذلك لا أمل في أن تتقدم مصر أو الوطن العربي إلا إذا حكمها حكام مثقفون مثقفين وعلى درجة عالية من الثقافة والفهم والوعي نعم كاتب الرواية فواد أنديل بشكو حرايك على وجودك معنا جداً جداً وإن شاء الله يكون لنا اللقاءات تانية ونتكلم استفادة أكتر عن الراحل أسان عبد القدوس لأنه نعملينه فقرة صغيرة جداً بس إحنا حبينا فعلاً زي ما حالك قلت يكون عندنا حاجة النهاردة عن الكاتب الرواية لإحسان عبد القدوس وإحنا كالشباب كمان نكون متعرفين عليه أكتر وبشكر حالك جداً على وجودك معنا أنا أتمنى أنه نايل لايف تكون كقغناء معروفة ومشهورة ولها جمهورها تبقى فرصة أنها يعني تدعو وتستضيف كثير من المثقفين والكتاب عشان يقربوا من الناس لأن الناس مفصولين تماماً عن الثقافة فمن باب أولى أنا أرشح هذه القناة لكي تقوم بدور نبيل ورائع لكي توفر الثقافة للناس شكراً يا فندم وموجود حضراتكو طبعاً معنا إن شاء الله بننتقل لفصل ونكمل معاكم بقى فقرات نهارك سعيد خليكم معنا